زياد حلبي مدير مكتبنا في فلسطين من القدس زياد هذه المرة نتحدث زياد عن ردة فعل ما حدث في جبلية حتى على مستوى الإعلام الإسرائيلي وإن كانت هناك تصرحات رسمية خرجت منهم لم تخرج تصرحات رسمية بعد لكن هذا بطبيعة الحال التطور قد يلقي بظلاله على الحالة الإسرائيلية لاحقا في الاتصالات مع الأمريكيين والأوروبيين التركيز في إسرائيل الآن مع شح المعلومات لدى الإسرائيليين هو على قضية العملية البرية الآن في قطاع غزة ووسط طبعا معلومات مختلفة عن وقوع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي هناك اشتباكات غير مسبوقة تجري في أكثر من محور في تلك المناطق ويقر الإسرائيليون بأن القتال يبدو صعبا للغاية داخل قطاع غزة اليوم اضطرت الدبابات للدخول بكميات كبيرة جدا في محاولة أيضا ربما لإخراج بعض الجرحة من المواجهات التي حدثت مصادر مختلفة تحدثت عن كمين لحباس خرجوا من نفق وفاجأوا جنود إسرائيليين وما إلى ذلك لم يذكروا الأرقام زياد تمانية قتلة من جنود الإسرائيليين هل ذكروا أرقام؟ داني أقول لك ذلك لو كنت أعرف بأن هناك عشرة قتلة لم أستطعت أن أقول ذلك بسبب الرقابة الأسكرية وبالتالي لم يذكروا أي شيء في هذا السياق ولكن أيضا قبل قليل في الرشقة الساروخية الأخيرة أصيب أربعة إسرائيليين واحد في حال خطرة في استهداف لأسدود مدينة أسدود أعترضت خمسة سواريخ وعدد من السواريخ سقط في المدينة تعد إلى إصابة أربعة من الإسرائيليين في الرشقة الأخيرة طيب مرة أخرى نسأل عن التحركات يعني فكرة العزل أو الفصل زياد عن فصل الشمال عن الوسط والجنوب أو فصل الشمال عن الجنوب كما يقولون وعدم قدرتهم على الطريق الساحلي يعني الطريق الساحلي ما زال يربط الآن الشمال والجنوب هذا صحيح طبعا لا أعرف الخطة الإسرائيلية وهذه كلها محاولات لبما لفهم هذا الموضوع قياسا على ما كان وليس على هذه الحرب التي قد تكون الأمور فيها مختلفة تماما لكن الواضح هو في هذه العملية العسكرية الموسعة الآن البرية هو أن الهدف الإسرائيلي الأساسي هو مدينة غزة وليس فقط فصل القطاع شمالا جنوبا هو حصار مدينة غزة يريدون أن يكون هناك حصار نوعا ما على مدينة غزة لا يدخل وقود ولا مساعدات إليها لفترة من الزمن والقتال مع حماس في تلك المنطقة هذا قد يكون ذروة العملية العسكرية البرية التي تقودها إسرائيل لاعتقادها بأن قيادة حماس السياسية والميدانية تتواجد في الأنفاق في قطاع غزة وربما أيضا معظم الأسرها الإسرائيليين يتداول شيء عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في دعوة الجرحة للعلاج في مصر وتكرار فكرة النزوح أو من الشمال إلى الجنوب ومنها إلى خارج الأراضي اليوم حتى هناك ردت فعل مصرية لا أدري وكأن شيء حدث ما في الداخل الإسرائيلي يعيد طرح هذه فكرة التهجير مرة أخرى هو في البداية هذا كان المخطط الإسرائيلي أرادوا أن يحدث ذلك وتحدثوا مع الأمريكيين كي يضغطوا على مصر في هذا الإطار على الأقل مؤقتا أن يدخل الألاف أو عشرات الألاف إلى الأراضي المصرية لكن في ظل الرفض المصري القاطع منذ البداية عمليا الآن عادت إسرائيل لقضية ممكن أن يكون هناك نقل لجرحة إلى مستشفيات ميدانية مصرية هذا قد يتم في كل الأحوال لأنه في كل حرب هذا يتم ينقلون الجرحة إلى مستشفيات شمال سيناء والعريش هذا عمر معروف شكرك زياد حلبي مدير مكتبنا في القدس زياد شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر